توفي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهي 77 سنة وسيتم تشييع الجنازة اليوم من محافظة الإسماعيلية من جانبه نعى حزب الوفد الراحل الكريم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مشيرا إلى أنه رمز للوطنية أشار الحزب في بيان الله إلى أن رحيل الأبنودي خسارة لمصر لأنه قيمة وطنية وفكرية وأدبية كبيرة لكن العزاء أنه ترك خلفه طراث كبير رحم الله الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأسكنه فسيح جناته